قرع جرس مدرسة المروج في منطقة طريق المطار معلنا انتهاء الدروس فحضر السائق راء فاء الذي كلفه والد الأطفال عين نون إصال الأولاد صباحا إلى المدرسة وإعادتهم بعد الظهر إلى منزله صعد الأبناء الصغار على متن السيارة وما هي إلا لحظات حتى اعترضت سيارة الأم دال غين بمعاونة ستة شبان سيارة السائق واستحبت الأطفال معها إلى جهة مجهولة هذه رواية تقصها علينا إدارة مدرسة المروج بعدما سحبت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المثبتة أمام المدخل الرئيسي للمدرسة وشاهدتها لمعرفة ما جرى وتصر إدارة المدرسة على عدم وجود مظاهر مسلحة في أثناء أخذ الأم لأولادها كما تداولت وسائل إعلام وتؤكد أنها لا تسلم الأطفال إلا إلى أشخاص معينين من ذويهم مشيرة إلى أن الحادث وقع خارج حرام المدرسة مصادر موثوخ بها ومتابعة لما جرى كشفت لنا أن الوالدين انفصلا منذ قرابة ثلاث سنوات وقد أجازت المحكمة الشرعية للأم حضانة أبنائها غير أن الوالد المحكوم عليه باستجن ستة أشهر والصادر في حقه قرار بحث وتحر أقدم العمل فائد على اختطاف أبنائه ورفض تسليمهم وتقول المعلومات إن ما أقدمت عليه الوالدة ليس سوى استرجاع لأبنائها الذين منعت من رؤيتهم عاما كاملا وقد أقدمت الوالدة بنفسها من دون مساعدة أحد من الشبان على فتح باب سيارة السائق ووضعهم في سيارتها اليوم عاد الأبناء الثلاثة إلى كنف والدتهم التي حملت كلا منهم تسعة أشهر في أحشائها الأم تخشى أن يكرر الوالد فعلته فيدفع الصغار ثمن مشكلات الكبار دارين دعبوس قناة الجديد